تتواصل في العاصمة المغربية الرباط فعاليات معرض لصور الفوتوغرافية الصحفية عن عام كامل من جائحة فيروس كورونا يقدم المعرض رؤية لمصور وكالة الأنباء الفرنسية لمواجهة مفتوحة من البشرية مع الجائحة يعود المصور الفوتوغرافي المغربي فاضل لرؤية صوره الصحفية مع صور زملائه في وكالة الأنباء الفرنسية من العالم في متحف التصوير الفوتوغرافي هنا في الرباط سعداء برؤية الناس يتمشون في الشوارع وتشد انتباههم صور فوتوغرافية نشعر انهم مهتمون وينظرون الى الصور الانشغال في جائحة كورونا لم ارى له مثيلا اضطررنا للتأقل مع ظروف عمل استثنائية لدينا معرض في مواقع مختلفة في الحضائق العجيبة وفي المركز الثقافي الفرنسي وفي مواقع خارجية وداخلية في هذا المتحف ونعرض مئتي صورة فوتوغرافية في معرض مسافات لوكالة الانباء الفرنسية في المغرب بحث عن تقديم رؤية مختلفة لحياة الناس في زمن فيروس كورونا اظهر قدرة وكالة انباء عالمية في تغطيتها الشاملة عبر اكثر من 160 بلدا 450 مصورا صحفيا ولدينا بنك صور لا يمكن تصوره يقدر ب3000 صورة يوميا وفي سنة واحدة وصلنا الى مليون صورة اكبر صورة تبلغ 60 مترا مربعا في معرض مسافات بينما يستمر المعرض مفتوحا الى نهاية شهر يونيو 2021 مصورون فوتوغرافيون عالميون تلتقي صورهم في مكان واحد في العاصمة المغربية الرباط يقدمون روايتهم ونظرتهم واحاسيسهم في صور الفوتوغرافية من العام الاول من جائحة فيروس كورونا عادل الزبيري العربية الرباط